الآن مشاهدين ينضموا معي عبر الهواء مباشرة من عمان سيد أحمد عزام محل الأول لأسواق المال في مجموعة إكوتي مرحبا بك سيد عزام إلى هذه المواكبة الاقتصادية بداية نتحدث عن الترقب من قبل المستثيرين لبيانات مؤشر أسعار المسالكين في الولايات المتحدة اليوم كيف ترى مستقبل التضخم في ظل هذا الترقب وما يجري مساء الخير عبد الرحمن شكرا للاستضافة نعم اليوم نترقب ببيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع أن نستجل قراءة نوعا ما ناعمة بقراءة باردة في التضخم الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل بعض التضاطئ من المستويات 3.7% إلى 3.3% نعم هي قراءة قد تعتبر جيدا وعنما في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الذروة التي قد وصلنا لها 9.1% تكون القراءة جيدة عبد الرحمن لو اكتملت مع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الغذاء والطاقة له 4CPI القراءة 4CPI أو معشر التضخم بدون الطاقة بدون أسعار الطاقة قد يسجل بعض الثبات عن مستويات الأربعة بالمية بالتالي قراءة قد تكون متباينة بعض الشيء قراءة فيها بعض النعومة لكن عندما نرى القراءة المؤشر الآخر هو قد تعطي بعض الإشارات أن التضخم يعتبر بعض الشيء راسخ خاصة لو قرأنا البيانات الاقتصادية الأخرى البيانات الاقتصادية أقصد هنا النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية عندما ننظر اقتصاديا إلى النمو الاقتصادي عندما يكون مرتفع فبالتالي قد يكون له تبعات على التضخم بتسجيل بعض الارتفاعات أنه الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية في آخر ربعين قد سجل بعض القراءات القوية يعني أن الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال مرن بعد تجديد السياسة النقلية الذي يعتبر الأكثر عدواني منذ الثمانينيات فبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة مع النمو الاقتصادي الجيد عند 4.9% لا يزال يعتبر اقتصاد مرن قد يعطي بعض الإشارات إلى أن التضخم قد يكون عنيد بعض الشيء إذا ما استمر القراءات التضخم فوق مستويات 3% وهذا ما قد يخشاه الفيدرالي الأمريكي لكن عند النظر إلى المعطيات الأخرى كبيانات الوظائف التي هي لاعب أساسي بالنسبة أيضا لبيانات التضخم قد سجلت بعض التباطؤ بعض الاعتدال الذي قد ذكره الفيدرالي الأمريكي وتحول من أن القراءات لبيانات الوظائف من جيدة إلى معتدلة هي إشارة قد تعطي إلى إمكانية أيضا التباطؤ شيء بالذكر هنا عبد الرحمن إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة قد تعطي بعض التباين إلى إمكانية مستقبل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما انعكس إلى سياسة عدم اليقين أو نبرة عدم اليقين من أعضاء الفيدرالي الأمريكي لاحظوا في الفترة الأخيرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي نبرتهم اختلفت من نبرة تشددية إلى نبرة إمكانية أقل لعمليات رفع أسعار الفائدة فبالتالي انعكس على الأسواق إمكانية توقعها لرفع أسعار الفائدة في إجتماع ديسمبر القادم إلى 15% فقط 85% احتمالية تثبيت أسعار الفائدة التباين الانقسام في أعضاء الفيدرالي الأمريكي ونبرتهم في انقسامهم بالنسبة للسياسة النقدية القادمة انعكس على الأسواق إلى هل الفيدرالي الأمريكي سيكتفي بأسعار الفوائد الحالية هل الفيدرالي الأمريكي قادم على تخفيض أسعار الفوائد في عام 2024 وهذا ما قد لاحظناه في الفترة الأخيرة من بيوت الاستثمار الكبيرة UBS على سبيل المثال قد ذكرت بأن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى تخفيض أسعار الفوائد ب275 مقطة أساس في عام 2024 UBS قد تكون مخطئة في تقريرهم لكن هذا ينعكس بأن التباين في نبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي انعكس على انقسام في الأسواق وتوقعات الأسواق إلى هل سيقل الفيدرالي الأمريكي الفائدة المرتفعة لفترة زمنية أطول على ما أعتقد رأي شخصي هنا عبد الرحمن أن التضخم قد يستمر لفترة زمنية أطول قد يدفع الفيدرالي الأمريكي للاستمرار على الفوائد المرتفعة لفترة زمنية أطول مما توقع الأسواق على الأقل لمنتصف عام 2024 لما لا متابعة أرقام الاقتصادية في الفترة القادمة من التضخم الوظائف الأمريكية وأنه سيكون لاعبون أساسيون طبعا بإمكانية توقعاتنا للفوائد في الفترة القادمة على ما أعتقد قد يكون تضخم موجة قادمة جديدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والإقتصاد للولايات المتحدة الأمريكية قد تدفع البقاء على أسعار طوائد لفترة زمنية أطول مما كانت توقع الأسواق الثالثة طيب الحديث عن رفض البيت الأبيض اقتراح الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي بداية ما المقصود بالإغلاق الحكومي والتدعيات على الاقتصاد الأمريكي والعالمي؟ هو العنوان الذي نسمعه دائما عبد الرحمن إغلاق الولايات المتحدة الأمريكية الإغلاق الجزئي للحكومة أو الإغلاق الكلي على ما أعتقد في عام 2018 كانت هي أكثر فترة قد تم إغلاق الحكومة لفترة جزئية بكل تأكيد الإغلاق الحكومي المقصود فيه هي إغلاق بعض الدوائر الحكومية التي لا يكون لها تأثير أو تبعات اقتصادية كبيرة لكن في أسواق المال نأخذها على مبدأ إغلاق الحكومي قد يعطل مسير البيانات الاقتصادية فبالتالي قد نفتقد إلى بيانات اقتصادية صادرة من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية مما قد يعطي إمكانية عدم معرفة البيانات الاقتصادية في الوقت الصحيح للاقتصاد نفسه فبالتالي الإغلاق الحكومي هو أحد العنوين الذي سمعنا فيها ميران وموتكران قد نسمعه في 17-11 آخر هذا الأسبوع الجدير بالذكر هنا عبد الرحمن أن موديز إحدى وكالات التصنيفة الايتمانية قد خفضت النظرة المستقبلية لإقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية من أفضل الدرجات الايتمانية إلى AA فعندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية الموجودة فبكل تأكيد موديز هي آخر وكالات التصنيفة الايتمانية لم تخفض التصنيف الايتماني ففيما لو حصل الإغلاق الحكومي قد تكون هي البداية لتخفيض التصنيف الايتماني هذا ما قد ينعكس على الأسواق إلى مبيع السندات لألية السندات فبالتالي إمكانية ارتفاع عوائد السندات في الفترة القادمة وهذا ما قد يخشاه الولايات المتحدة الأمريكية في وقت فيها عوائد السندات تسجل فيه ارتفاعات مع الوائد المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية طيب جولدمان ساسك أحمد يتوقع أداء الاقتصاد العالمي في 2024 سيكون أفضل من المتوقع لكن في ظل كل هذه الأزمات على ماذا بنى المصرف الأمريكي هذه التوقعات نعم عبد الرحمن هي التوقعات للناتج المحلي الإجمالي مبنية على أقام النمو الاقتصادي السابق في آخر ربعين في الولايات المتحدة الأمريكية تسجل ارتفاعات ووصولها إلى 4.9% مما أعطى إمكانية معرفة أو أتوقع من جولدمان ساكس إلى أن الأقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون مرم نوعا ما من ناحية النمو الاقتصادي هذا قد أعطى إشارات إلى إمكانية التوقع بأن النمو الاقتصادي قد يستمر لفترة زمنية أطول لكن هنا أختلف عبد الرحمن مع هذا التقرير بما أن أسعار الفوائد مرتفعة لفترة زمنية طويلة فهي قد تعطي بعض الانطباع على أن النمو الاقتصادي قد يتراجع بعض الشيء في آخر مؤتمرات كانت قد ظهرت وآخر بيانات اقتصادية من الفيدرالي الأمريكي كان قد ذكر بأن إمكانية الركود واردة ثم تحدث على إمكانية الركود المعتدل ثم تنتقل إلى الركود أو إلى اللاركود التنقل بين التوقعات الاقتصادية جراء الأرقام الاقتصادية المتوفرة بين أيدي المسيرين السياسة النقدية هو قد دفع بالتالي أيضاً البنوك لمحاولة التوقع على أن النمو الاقتصادي قد يكون بعض الشيء مرم هنا كما ذكرت أختلف بعض الشيء بأن الفوائد مرتفعة قد تعطي بعض الانطباع بأن النمو الاقتصادي قد ينتفع بعض الشيء إلى تسجيل الاقتصاد لكن هنا أجدير بالذكر بما أن الأرقام الاقتصادية تُنعتبر جيدة بعض الشيء عبدالرحان فقد نكون قد اتعدنا بعض الشيء عن مرحلة الركود وهي ما كان يخشاه الولايات المتحدة الأمريكية وما يخشاه الاقتصاد أن ندخل في مرحلة رفود وأرقام تضخم مرتفعة فبالتالي النمو أو أرقام النمو الجيدة حالياً تعطي بعض الوقت للفيدرالي الأمريكي لمتابعة الأرقام الاقتصادية للفترة القادمة وكما ذكرت عبدالرحان أختلف هنا بعض الشيء مع تقرير جولد ماساكس إذا أردنا أن ننتقل إلى منطقة اليورو لا قر تستبعد خذ معدلات الفائدة خلال الربعين المقبلين لماذا أولاً وما هي أفاق الاقتصاد الأوروبي أيضاً الاقتصاد الأوروبي في الفترة الأخيرة عبدالرحان يعاني بعض الشيء من ناحية النمو الاقتصاد يسجل المخطادات حتى بالفترة الماضية كان النمو مستطح بعض الشيء نمو قريب المستويات الصفرية في القراءة الأخيرة سجل أيضاً أرقام سلبية فبالتالي عندما يكون هناك أرقام النمو الاقتصادية أرقام سلبية يخشى البنوك المركزية بدفع وثيرة أسعار أو رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما قد يدفع الاقتصاد إلى نمو سلبي لفترة زمنية أطول وقد يكون رفود عميق لفترة زمنية أطول فبالتالي عندما نرى الأرقام سلبية في ناحية النمو الاقتصاد يكتفي البنوك المركزية من عمريات رفع أسعار الفائدة على ما أعتقد هنا ينطبق تماماً على الاتحاد الأوروبي وبنك أوروبا تريسين لدارد ذكرت بأن التضخم أو معرتتهم ضد التضخم لم تنتهي بعد بكل تأكيد عندما ننظر إلى أرقام التضخم نعم قد سجلت انخفاضات وصلنا إلى 2.6% في أطراءات الأخيرة تعتبر أرقام جيدة جداً نوعاً ما أرقام فيها تباطئ كبير من التضخم في الاتحاد الأوروبي لكن السؤال الذي يبقى هنا عبد الرحمن هل الأرقام التي سجلت تضخم انخفاضاتها هل هي التضخم الموجة نفسها موجة الانخفاضات المستمرة موجة هبوط التضخم المستمرة أو سنرى موجة أخرى مما قد يدفع البنك المركزي لتغيير السياسة النقلية لكن عندما ننظر إلى ربعين متتاليات أو حتى ربع زمني لأنه في عنا ربع سلبي عند حدوث ربع سلبي آخر قد يعطي انطباه بأن دفولنا في مرحلة رفوط تقني أعطى البنك الأوروبي ربع سنة ثلاث أشهر لمتابعة الأرقام الاقتصادية على ما أعتقد تثبيت أسعار الفائدة قد يكون وارد تخفيض أسعار الفائدة قد يكون حجر أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي فيما لو رأينا أرقام سلبية بالنسبة للنموء الاقتصادي في الربع الثاني كما ذكر ربعين متتاليات سوف يكون الاقتصاد الأوروبي في مرحلة رفوط تقني مما قد يدفع على الاتحاد الأوروبي مسيرين السياسة النقدية لتخفيض أسعار الفائدة خوفاً من الدخول في مرحلة الركود التقومي هنا الركود التقومي يقصده يكون نمو سلبي مع أرقام تقوم مرتفعة فبالتالي الدخول في هذه المرحلة قد يكون سيئ تبعاته على الناحية التقومية فبالتالي إذا رأينا أرقام نمو سلبية في الاتحاد الأوروبي سوف تدفع تريستين لغارد لتخفيض أسعار الفائدة فهنا الوقت أيضاً حليف في الاتحاد الأوروبي ثلاث أشهر لمتابعة لمتابعة البيانات الاقتصادية ثم الولوج في السياسة النقدية أو تغيير السياسة النقدية فيما لو دعت الحاجة برطمان طيب في آسيا بالتحديد الصين أظهرت تقارير أخيرة أن تجارة الأفريقية الصينية ارتفعت في ستة أشهر هل يشي ذلك بتوجه الأسواق العالمية نحو آسيا في ظل أزمات الغرب التي تجري منذ أكثر من سنة؟ نعم عبدالطان عندما ننظر إلى أزمات اقتصادية عندما تحدث أزمات اقتصادية فجميع الأقتصادات تحاول أن تبحث إلى خطط إضافية أو خطط بديلة الصين وعلاقتها في القرى الأفريقية عن ما أعتقد مختلف بعض الشيء مع الأزمات الاقتصادية نعم بكل تأكيد الاتحاد الأوروبي أو الأزمات في أوروبا قد تعطي بعض الشيء لانطباع لتغيير بعض الحالة الاقتصادية الذهاب إلى فرص اقتصادية أخرى بديلة لكن الصين مع مبادرة الحزام والطريق كانت دائماً ما تحاول الوصول إلى القرى الأفريقية بكل تأكيد عندما ننظر إلى تلك المبادرة فهي مبادرة كفيلة أو مبادرة مربحة للطرفين مربحة للطرف الصيني ومربحة للطرف الأفريقي فبالتالي منذ عام 2010 نلاحظ أن الصين بدأت تستثمر بشكل كبير في القرى الأفريقية لما قد دفع بكل تأكيد وصول عدد دول أكبر من القرى الأفريقية للاستثمار مع الصين نفسه فبكل تأكيد مبادرة حزام والطريق هي مبادرة جيدة بالنسبة للقرى الأفريقية ومبادرة مميزة بالنسبة للصين في ظل الصراع على الهرم الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية دعنا ننتقل للحديث عن أسواق الطاقة أحمد أصدرت منظمة أوبك تقريراً يعني بدد مخاوف السوق بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين إذن كيف أثر هذا التقرير على أسعار النفط؟ نعم تغيير كامل للمشاعر بالنسبة للمستثمرين النفط عبد الرحمن في الفترة الأخيرة منذ الأخبار من الولايات المتحدة الأمريكية والنفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية والمخزون هنا تحديداً ثم مع تقرير منظمة أفريق الذي ذكر بأن الطلب العالمي قد يزداد بمقدار ما يقارب 2.5 مليون برميل يومياً في عام 2024 بكل تأكيد عندما ننظر إلى معطيات التقرير عبد الرحمن ينظرون إلى الاقتصاد الصيني الاقتصاد الصيني أو الصين هي أكبر مستورة للنفط الخام فبالتالي عودة الانفتاح بالنسبة للأقتصاد الصيني عودة الأرقام الاقتصادية الجيدة بالنسبة للأقتصاد الصيني قد تكون هي الفرصة بالنسبة للنفط لتسجيل الارتفاعات فالاستثمارات بالنسبة أو المستثمرين اتجهوا للشراءات النظر في الآونة الأخيرة أربعة أربع أيام لتداولات إيجابية بعد الوصول إلى مستويات أدنى من مستويات 70 لـ WTI خام غرب تيكساس أو أدنى من مستويات 75 دولار لبرمير خام غرب تيكساس عندما ننظر إلى تلك المعطيات أعطت دفع تقرير منظمة أطريق بأن العرب العالمي أو الطلب العالمي عفواً قد يزداد في الفترة الأخيرة تحديداً في الصين الصين هنا الأقام السلبية في الاقتصاد الصيني في الفترة الماضية سوى أن كانت من مؤشر المنتجين أقام التضخم حتى استجلت انكماشات في الفترة الماضية انكماش 0.2% بيستالب بالنسبة للأقتصاد الصيني بتضخم في ظل الأزمات الأقتصادية في الاقتصادات الكبرى الأخرى فبالتالي أعطت إشارات على أن تعافي الاقتصاد الصيني في الفترة القادمة قد يعطي تعافي للطلب العالمي بالنسبة للنفس ولما أعتقد ذلك التقرير قد يأتي بأكلها على فكرة عبد الرحمن عندما ننطر إلى المعطيات الاقتصاد الصيني قد يتحسن في عام 2024 مما قد يعطي الطالب العالمي الأفضل بالنسبة للنفط فارتفاعات أسعار النفط قد تكون واردة مع أي أرقام إيجابية بالنسبة للصين في الفترة القادمة أختم معك من سوق العملات اليان قرب أدنى مستوى في ثلاثة عقود والدولار يسجل هبوط مفاجئ أبرز العوامل التي تؤثر على العملات الأساسية وما رأيك بالمستقبل القريب للعملات؟ عندما ننظر إلى العملات وأداء العملات في الآونة الأخيرة المحرك الأساسي كان للعملات عبد الرحمن هو هل سيستمر البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة الوقت الذي قد يتجه فيها البنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة هنا التقلبات والانقسامات التي حصلت في البنوك المركزية وانقسام الأسواق نفسه على سبيل المثال الدولار الأمريكي قد تقلب في الفترة الأخيرة نظرا لتوقعات الأسواق لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 هذا ما قد نفاه جيران فول سواء كانت في تصليحاته يوم الجمعة وحتى في المؤتمر الصحفي لاجتماع أسعار الفائدة عندما ذكر بأن الفدرال الأمريكي لم يناقش تخفيض أسعار الفائدة لكن الأسواق لا تزال تتوقع إمكانية تخفيض أسعار الفائدة مما أعطى الدولار الأمريكي بعض الانخفاضات في الفترة الأخيرة هنا أود ذكر عبد الرحمن بأن إمكانية التقلب بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة أو نفي إمكانية تخفيض أسعار الفائدة من نبرة أعضاء الفدرال الأمريكي قد يدفع الدولار الأمريكي لتزيل بعض الارتفاعات من ناحية الدولار الأمريكي من ناحية اليان الياباني نعم نحن عند مستويات 158 هي الأقل بالنسبة لليان الياباني منذ عام مستويات تعتبر جاذبة بعض الشيء للتدخل للسلطات اليابانية لمحاولة دفع عملة اليان الياباني أو تسجيل بعض الاقتفاعات تسجيل بعض التداولات الإيجابية نظرا لأنها أسعار تعتبر هي أسعار الأقل لليان الياباني عندما ننظر إلى المعطيات أو السياسة النقدية بالنسبة لليان الياباني هي السياسة التسجيلية الأقلال الياباني هو الأقلال الوحيد بين الأقلالات الكبرى الذي يتبع السياسة التسجيلية أسعار الفوائد عند أسعار سلبية أو أرقام سلبية تغيير تلك السياسة بات وشيف على ما أعتقد عبد الرحمن عندما بدأ البنك اليابان تغيير سياسة منحنة عوائد السندات بدأنا برفع منحنة عوائد السندات ثم الوصول إلى عوائد السندات لعشر أعوام إلى مستويات الواحد بالمئة تغيير المنطق تغيير النبرة بالنسبة لفينك اليابان على أنه واحد بالمئة لم تعد سقط بل أصدحت حد فبالتالي عوائد السندات قد تسجل بعض الارتفاعات أعلى من مستويات الواحد بالمئة هذا ما قد يعطي انطباع على إمكانية تغيير دورة سياسة النقدية بالنسبة لليابان تجديد السياسة النقدية تاريخيا ننظر للتاريخ لمحاولة معرفة الحاضر وإستنباط المستقبل عندما ننظر إلى المعطيات الأخيرة في دورة تجديد السياسة النقدية يبدأ الاقتصاد الياباني ويبدأ بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة عندما ينهم فدرالي الأمريكي دورة تجديد السياسة النقدية من ناحية من ناحية أخرى عند دخل السلطات اليابانية هي أداة يتبعها دائما بنك اليابان عندما يكون هناك انخفاضات بسعر الياباني لكن كانت ناجحة عندما يتدخل مع مساهمة الفدرالي الأمريكي فعلى ما أعتقد أن مستويات 158 إلى مستويات 55 قد تكون وقت مناسب بالنسبة للحكومة اليابانية للتدخل لمحاولة وقف نزيف الياباني عبد الرحمن شكرا جزيلا لك أحمد عزام من عمان محل الأول في أسواق المال لأسواق المال في مجموعة إكوتي عبر الهواء مباشرة شكرا على كل هذه المعلومات شكرا على المشاهدة